ومعانا سيدة محمد اتفضلي يا سيدة محمد حضرتك يا شير الحمد لله نعمة وفضل بشكر حضرتك على البرنامج الجميل بتاع حضرتك ربنا يا حفاظكم ويزيدكم نور وبركة يا رب الله يبارك لك يا شير وبعد ذلك هسأل حضرتك سؤالي اتفضلي انا دلوقتي حصل مشاكل بيني وبنجودي وهو ظلمي في حاجة بس انا معملتهاش ودلوقتي انا لازم ما ينفشتهاش مع تاني فدلوقتي رفعت قضية واتطلقت من المحكمة بس هو المحامي ما بعطلوش اعلان بان انا يعني ان انا رفعت قضية على مكان الوقع سيد رفع على مكان حتة تاني ودلوقتي انا اطلقت هو ما يعرفش هل ده شرع انت اطلقت للضرر يعني او طلق للضرر بس ده اطلق المحكمة الابتدائية لسه ما كانش فيه لسه ما حصلش فيه مرة دي على الحكم ده انا الحكم ده من استماره شهر 12 اه واه ما اعرفش يعني يعني القاضي تطلقك للضرر صح؟ او طلع للضرر طلع للضرر من اي شيء؟ من الضرب؟ ولا من الاهانة؟ ولا من التبديد ولا ايه حصل مشاكل واحدة اتدخلت وقالت ان انا عماله عمل كانت عايزة هو يتجوزنا وجد سألت له ده مرة اتعمالك عمل وكده فلوشا كيكيته فينا فكان عايز وقدته بقى كان عايز سخطته لا لا معلش هو ايه الدرر ايه الدرر اللي انت اطلقت علشانه ماشي هو ساب البيت وماشي اه يعني انت اطلقت لهاجره بيت الزوجي اه هو ساب البيت وماشي حيثيات المسألة لازم يكون فيه ضرر وقع عليك لازم انت تقولي ان هو هاجر بيت الزوجية وهتجيبي ادلة واسبتات ان هو هاجر بيت الزوجية اه من حقا اقولك هتجيبي ادلة واسبتات ان هو هاجر بيت الزوجية مدة على الاقل اكتب من 6 شهر ده حصل ايوة حصل وده فعلا حصل حاضر الطلاق اللي انت اطلقتيه ده للضرر جزء منه ان هو لازم يحضر فالمسألة ان خل المحامي بتاع حضرتك يعلمه بان انت اتطلقت للضرر عشان هو لو كان يقدر يروح يستقنف يروح يستقنف لان بعد الطلاق بعد كده بعد ما يمر عليه مدة معينة بيبقى الطلاق ده طلاق بات وخلاص والطلاق للضرر ده طلاق بائن بينونا صغرى ليه اذا ما كانش الطلاقة الثالثة ليه عشان ما ينفعش ان امرأة تطلق للضرر وبعد كده ايه يحصل الراجل يردها فتبقى ما اعملتش حاجة فانت اذا كنت تطلقت للضرر يبقى من الضروري ان جوزك يروح يعرف ده لانها تترتب احكام على طلاقك منه واضح؟ فانا بقول لحضرتك منصحك ان محامي حضرتك يبعت هذا الحكم لطليقك يعني انا عسفة هتعد حضرتك المحامي دلوقتي لو هو عايز يكتب القضية مش عايز يبعت اي 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 انا اتخالص لا 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 هو لو 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 هو هيدلس اه ده السؤال اللي انا كنت عايزك تقوله لي لو هو هيدلس بانه يبعت حكم المحكمة على عنوان غلط حرام لانه ده كذب هو يبعت حكم المحكمة على العنوان الصحيح لا يجوز له ان يدلس لا يجوز له ان يدلس لا يجوز له ان يكذب هذا تضليل وانا بنصح السادة المحامين اللي بيعملوا الحكاية دي لو سمحتوا متاقوا الله سبحانه وتعالى في اعراض النساء بلاش الطريقة دي بلاش حكاية ان الراجل لما يجي يتجوز يروح حاطة عنوان تاني غير عنوان زوجته ولما الست تيجي تتطلق من جوزها تروح حاطة عنوان تاني من غير عنوان جوزه مجايز يا ستي الراجل ده تيتغير مجايز ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده من اسباب تغييره فيتغير ويكتب له الله سبحانه وتعالى شفاء لصدره ويرجع لك انسان جديد ويحاجي عليك وعلى اولاده نعمل كده ليه الكذب ولا عزب الله يجر إلى الفجور ولا عزب الله ما نكذبش وما تخليش المحامي يجرك إلى مسألة الكذب نحط العنوان الصحيح لزوجك يبقى اذا المسألة دي مهمة يا سادة لان دا يتأحد من أحد أسباب زيادة نسب الطلاق اللعب اللعب اللي بيستخدمه الوسطاء يطلع الوسيط ده حد من العيلة يطلع الوسيط ده وسيط تقاضي هو عايز ايه يطلع الوسيط ده على فكرة برضو مأزون اي وسيط من ده اللي بيسرع في خراب البيوت يعرف ان دوته العزب الله من أشد وأسوأ المعاصي اللي ممكن يعملها نتقل الله سبحانه وتعالى في بيوتنا يا سادة ومحدش يسمع كلام حد يلا اتطلقي ويلا اعملي كذا ومنرضاش لحد برضو ان هو يرضى بالظل لكن هو دلوقتي المشكلة اللي حضرتك حكيتي عنها ان حد تدخل وقاله ان هو عمل ان هو في حد عمله عمل ما نجيبه نروحها للمؤسسات اللي بتقدر تحل المسائل دي وساعتها يكون احسن وستاذ اماني رجعت تفضلي او استاذ اماني استاذ اماني من اسوان تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فدنا الشيخ تفضلي معلش انا فقال بس انا الحمد لله رب العالمين انا بربع ايالي كويس وملتزمة فعلا بالصيام اتنين وخميس بس عندي ابني جيس سنة دي في تلتة سنوي ومش عارف اذاكر مش عارف اعمل مع اي بقى خلاص متطمم بلعبة ببجي يا ابني يا حبيب بلاش بلاش مفيش فايدة مش عارف اعمل اي طيب انا خلينا اسألك شوية اسئلة انتو بتعودوا وتضغطوا عليه عشان هو يبقى من المتفوقين ويدخل طب ويدخل اندسة ويدخل قوليات القمة وبتقولوله الكلام دوت لأ ما بنقولهش هو كان في البداية مساحب يعني واحد وكان متعلق بيه جدا فما حصلش نصيب وكمل معاه فبعد عنه بعد كده جيه قال له يعني قلنا له خلاص شوف هو دلوقتي بيذاكر وبيعمل اللي عليه وانت مش عارف تذاكر ومهتم باللعبة ليه مش هذي تذاكر اه يعني هو كان عنده صديق والصديق دوت ما كملش معاه اه وحصل بينهم خلاف فبتعدوا عن بعض اه طيب وبعدين اللي حصل فبتدى يوه ينشغل بالايه باللعبة باللعبة ده ده حاجة بتحصل طبيعية جدا 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 في حالات الفق لازم نعرف شوية حاجات عن اولادنا واحنا هنخصص جزء عشان اولادنا في الحلقات اللي هتيجي بعد كده ايه بقى فكرة التعويض احنا عندنا اولادنا احنا ما بنلتفتش الى فكرة ان جزء عند اولادنا اساسي فكرة التعويض احنا لما كبرنا اعرفنا اذا راح مننا صديق ممكن الايام تجيب لنا صديق تاني وربنا يرزقنا بصديق تاني وتالت ورابع الاولاد ما قلت خبرتهم بيبقى عندهم لو فقدوا الصديق الصدوق بتاعهم على طول بيروحوا لأي حاجة يعوضوا بيها احمدي ربنا سبحانه وتعالى ان ابنك راح لهذه اللعبة لا بدي خطر اه بس فيه ناس بتروح للمخدرات فيه ناس بتروح لحاجات كتيرة سيئة نصحتي ان ابنك محتاج ان انت تعوضي معاه وتتكلمي معاك فترات طويلة وتخرجي معاه مش لازم تركزي على احنا اولادنا ننجو بيهم من التعب النفسي اولا والدراسة تيجي بعد كده تعودوا على ده يا ساد هو ده مقتدر رحمة ان احنا اولادنا يستقروا الاول ثم يأتي بعد ذلك لان انجاز يا فرحتي ان اولادنا ينجزوا وانفسهم تتضمر اولادكم اهم كتير جدا جدا من الانجاز لان الانجاز ده في غالب الاحيان بيبقى ليكم انتو لكن اولادكم لما يكونوا بصحة نفسية هيقدروا يبقوا سعداء واحنا عايزين اولادنا يبقوا سعداء وعشان اولادنا وعشان اطفالنا وعشان احبابنا اشتركوا في القناة